تعرفنا على المقدمة السريعة عن برنامج الماطلاب وعلى البيئة العامة للماطلاب تعرفنا على الواجهة بشكل عام وعلى المكاتب وعلى القوائم الأساسية خلونا نتعرف على الأجزاء الرئيسية ونتعلم كيف يمكن أن نأدخل متغيرات ونشوف كيف يمكن أن يتم حفظها ونحن نتعرف بشكل سريع على أهم التعليمات الأساسية اللي يجب على مستخدم على أي مستخدم لبيئة الماطلاب أنه يعرفها بالبداية مثل ما نشايفين أهم بيئتين بالماطلاب البيئة الـ Command Window اللي هي نافذة اللي بتم فيها كتابة الأوامر وبيئة الـ Workspace وهي مساحة العمل اللي بتم فيها تخزين كافة العمليات التي نقوم بها على سبيل المثال لو قمت بإدخال الرقم خمسة منلاحظ راح يتم إسناده لمتغير محجوز لا يمكن إسناد لأله هو ANS اختصار لأنسر variable 5 تم حفظ variable value قيمته 5 منلاحظ يتم حفظه كمصفوفة وحادية البعض سطر 1 عمود 1 أظهر قيمة 5 وأكبر قيمة 5 لو قمت بإدخال 5 ووضعت خلفها مباشرة مفاصلة من قوطة منلاحظ راح يتم حفظها كمان ولكن 6 صار 6 بالطبع أحد ملاحظات الهامة أنه الماتلاب راح يخزن العملية الأخيرة لنفس المتغير فلما ضغطت 6 خزن variable answer value 6 هي القيمة الجديدة اللي قمت بإدخالها لو أدخلت A تساوي الأربعة منلاحظ تم إسناد القيمة أربعة لمتغير variable A A value 4 أما لو أعادت إدخال نفس القيمة ووضعت بنهاية A تساوي أربعة فاصلة من قوطة وقمت بضغط enter منلاحظ راح يتم حفظ النتيجة لو جعلت D راح يتم حفظ النتيجة بالworkspace قيمته أربعة ولكن لن يتم إظهارها لو قمت بضغط D أي استدعاء المتغير variable D منلاحظ راح يتم ظهوره D تساوي الأربعة D تساوي الأربعة تعليمتين هامين CLC clear command راح تقوم بحذف كافة الأوامر من command window وإبقائها والحفاظ عليها بالworkspace لو قمت بضغط بالcommand window A منلاحظ A تساوي الأربعة بالcommand window A تساوي الأربعة لو ضغطت ANS بالworkspace A تساوي الأربعة بالcommand window ANS انتر منلاحظ ANS تساوي الستة وممكن بنفس الطريقة من خلال Clear command بأعلى الشاشة راح يتم حذف كمان الأوامر الموجودة بالcommand window بمجرد ما أضغط Clear commands راح يسأني All text will be cleared from the command window Don't show this prompt again وبالتالي راح يتم حفظون وما عاد يظهر لي لاحقاً هاد هاد السؤال منلاحظ Clear command تم حذفون منلاحظ كمان لو ضغطت D موجودة بالworkspace وبالتالي هي مخزنة بالماتلاب بيئة العمل مخزنة لو أردت حذف كافة المتغيرات المخزنة في الماتلابك في أني اكتب Clear اللي هي اختصار Clear workspace منلاحظ راح يتم حذف كامل محتويات الworkspace لو ضغطت لو قمت الآن بالضغط D منلاحظ Undefined Function أو Variable عندي متغير أو Function تابع غير معرف وبالتالي ما تعرف عليه بسبب حذفه من الworkspace طبعاً من خلال command window ممكن انتعامل مع الماتلاب بمختلف الطرق فمسلاً لو ممكن استخد معاسبي المسال كالحاسبة فلو أدخلت A تساوي الخمسة B تساوي الثلاثة ودخلت C تساوي A زائد B منلاحظ مباشرة تم تخزين C على مجموع الرقمين لو أدخلت مباشرة خمسة نائس أربعة ممكن كمان أدخل عملية معقدة A ضرب C للأس B منلاحظ مباشرة راح يعطيني الحسابات حسب المفاهيم البرمجية المعروفة للجميع اللي هي الأولوية للأس ومن ثم للضرب ممكن كمان أسند لمصفوفة أو شعاع فمثلاً لو دخلت A راح يتم تخزين A على أن شعاع مؤلف من أربع عناصر أربع عناصر راح يتم تخزينه ك variable ال variable من نوع مصفوفة المصفوفة عبارة عن سطر واحد وأربعة أعمدة ممكن شوف طول المصفوفة من خلال التابع links مباشرة راح يعطيني عدد العناصر الموجودة بالمصفوفة واحد اتنين ثلاثة أربعة مباشرة أعطاني أربعة ممكن أتعامل مع المصفوفات المربعة فمثلاً لو أرد تعريف مصفوفة ثلاث تصطور وثلاث أعمدة مباشرة راح أدخلها بالطريقة المبينة فسطر الأول السطر الثاني السطر الثالث منلاحظ راح يتم تحفظ حسب الترتيب تخزينهم B1 اللي هي العنصر لترتيبة واحد من المصفوفة قيمته ثلاثة B2 اللي هو العنصر الثاني B3 اللي هو العنصر الثالث منلاحظ لو ضغط Enter راح يعطيني B2 قيمة العنصر لترتيبه ثلاثة من المصفوفة لو ضغطت A B5 راح يعطيني قيمة العنصر لترتيبه خمسة حسب الترتيب 1 2 3 4 5 وبالتالي راح يعطيني قيمة خمسة مقدمة سريعة تعرفنا فيها من خلال هذا الفيديو عن المصفوفات وعلى بيئة العمل بالماطلاب راح نحكي بإذن الله بالفيديو الجاي بتفاصيل أكتر عن المصفوفات ترجمة نانسي قنقر